تكثر أصابع التحكم عن بعد بمسيرات التخريب لعبة لعبتان ثلاثة وأكثر أشعلت نيران تفجيرات في الآونات الأخيرة عصابات مسلحة خارجة عن القانون ما تزال تؤثر على خارطة الأمن العراقي الذي يواصل جيشه وقواته مكافحة الإرهاب والأتداء على البعثات الدبلوماسية يتعهد الحشد الشعبي بقطع يد من ينتحل صفتها ويشوه سمعتها وهي المؤسسة التي تسير على النظام الأمني الرسمي غير أن بعض جهات العبث من فصائل عبثية مستمرة في ضرب القانون عرض الخائط في العام الماضي صرح القائد العام للقوات المسلحة أنه يلعب مع الأفاعي لكن مواجهة الفصائل الخارجة عن القانون تؤيدها الكتل السياسية والمحيط الإقليمي والدولي بالوصول إلى حالة استقرار مؤكدة تنهي مسلسل الفصائل التي تنجب في كل جولة فصائل ومسميات وميليشيات بعضها يتقنع وجه الدين وبعضها الآخر يعمل لحسابات أجندات خارجية في المحصلة يدفع العراقي ضريبة كل فصل جديد من فصول الدم والفوضى والموت بغير سبب ما حول المشهد في البلاد إلى استهداف دم العائلة العراقية كلعبة أصبحت خطيرة للغاية في يد من يستمتع اللعب بها مستلذا بصيد أرواح العراقيين